مرحبا يا حلمين أهلا وسهلا فيكم مرة تاني بقناتي فيديو اليوم رح أحكي عن منتجات كلينيك للبشرة اللي فيها حب أو البشرة المعرضة لحب الشباب بس قبل ما أحكي عن أي شيء أنا مش خبيرة بشرة ولا دكتورة جلدية وإذا منتج لبطمع حدا مش ضروري يزبط مع الكل يام شتريت منتجات للبشرة كانت ضبطة مع كتير ناس وما ضبطت معي عشان هيك إذا عندكم مشاكل كتير وحاسين إنها طولت روحوا شوفوا دكتور جلدي ووفروا فلوسكم بالشباب يعني كان يطلع لي كل شهر من حبة لحبتين ماكسيموم ما كان موضوع زعجني لأنه خلص بيروحوا بسرعة بس من شهرين تقريبا صار يطلع لي باليوم حبة أو حبتين أحيانا حجمهم كبير نمع الماء وبواجعوا ولونهم كتير أحمر المشكلة إنه كلهم كانوا يطلعوا بس على خد اليمين فالموضوع بلش يزعجني وقررت أغير روتين إلى نايب البشرة تعي فروحت على كلينيك وكان في خبيرة بشرة هناك شافت كيف بشريتي وساعدتني أختار منتجات تناسبها أنا مستخدمة من قبل منتجات لحب الشباب من عندهم فاليوم ريح أحكي عن اللي بستخدمهم هلأ واللي استخدمتهم زمان حتى يكون الفيديو مفيد لكم أكتر أنا هلأ بستخدم غسول ومرطب وتونر وحتى ماسك من عندهم اللي تقريبا شهر ونصب أجرب هدو المنتجات والحمد لله بشريتي بلشت ترجع زي زمان وأكيد أول خطوة هي الغسول واللي اسمه All About Clean Liquid Facial Soap واللي يستخدم مرتين باليوم هاد مناسب بس للبشرة المختلطة والدهنية كتير عجبني إنه هاد المنتج ما إلو ريحة طبعا هو بينظف التلوث والشوائب وكمان بيقيم الدهون الزايد والبشرة صراحة البشرة بتصير نظيفة وفرش لما أستخدمه كمان حبيته لأنه ما بينشف وكتير لطيفة على البشرة ودائما بحب أستخدمه مع الفرشاي سليكوني من مني سو هي بتعمل فايبريشن خفيف حتى تنظف ودائما بعقمها بكحول أبنى الاستخدام صراحة ما باستغني عنها أبدا من سنتين تقريبا كمان إذا حطي الميكياج لازم تستخدموا مزي الميكياج قبل ما تستخدموا الغسول هالخطوة كتير مهمة بعرف كتير ناس بطنشوا هذا الموضوع للأسف وعلى المدى الطويل البشرة بتتعب وهلأ نجي للتونر خلينا نحكي عن فايدة هالخطوة بشكل عام إنها أولا بتقيم أي بقاية للميكياج أو الوسخ اللي ممكن يضلع البشرة هالخطوة أساسية خاصة إذا عندكم مساء مواسع أو حب شباب وغير هيك فهو بحضر البشر للمنتجات اللي رح تنحط بعدي هذا الإشي بساعد إنه بشرتكم تستفيد أكتر وأنا من الناس اللي مستحيل أستغني عن التونر من زمان بحطه على قطناء وبمسح وجهه فيه طبعا قبل كنت أستخدمتون الرقم اثنين اللي بيكون لونه بنفسجي حكيت عنه من قبل على قناتي بس خبرت البشرة نصحتني هالمرة برقم ثلاث اللي بيكون لونه بينك لأنه حكت لي إنه أحسن إذا كان في حب كتير على البشرة هو مناسب إذا كانت بشرتكم مختلطة لدهنية هاد أبدا ما تقربوه على المنطقة اللي حول العين بيجي شوي قوي ريحته غريبة بس إنها ريحة طبية لما استخدمته حساس الحب صارين شف أسرع هو بيحتوي على حمد السالسليك اللي كتير منيح حتى يخفف من الحب وكمان فيه الويتش هايزل واللي هي شجرة فيها مواد بتخفف الالتهاب وبتصغر المسام بس إذا كانت بشرتكم حساسة ابعدوا هاد المنتج أكيد ولما أحس بشريتي ناشفة برجع لتونر رقم اثنين واللي هو مناسب أكتر للبشرة المختلطة الماء للجافة أنا كتير بحب هاد التونر خاصة لما بشريتي ما يكون فيها حب هلأ يعني عادي ممكن أرجع أستخدمه لأن الحب تقريبا راح الحمد لله الفرق بينه بين الأول إنه هاد ما فيه حمد السالسليك بس حطين فيه الويتش هايزل عشان هيك فهو ألطف شوية البشرة من اللي قبله هاد بحسه بيعطي شور انتعاش لما استخدمه يعني زيك بيعطي تربريت خفيف للبشرة هاد الاشي أنا كتير بحبه وكتير اشترت من هاد المنتج لأنه عنجت خرافي من أحلى التونرز اللي استخدمتها وبالنسبة لمرطبات البشرة اللي استخدمتهم فهم اتنين ورح أقبلش بلي نصحتني فيه خبيرة البشرة هالمرة وحكتلي أحسن إنه أضيف الكنسنترات عليه يعني اليتيوب اللي بيكون لونه أحمر طبعا كل لون إله استخدام معين الأخضر للتهيج الأحمر اللي عندي للحب الأزرق للمسام الكبير الأبيض إذا عندكم تصبغات البرتقالي إذا كانت بشرتكم تعبانة وما فيها نظارة أتوقع إنه فيه فيتامين سي والبنفسجي للتجاعد والخطوط حسب كل حد بشرتهم مشوا بتعاني هذول بتركبوهم على المرطب الخاص فيكم من الكلينيك اللي عندي فيه حمض السلسلك برضو طبعا بصير يطلع لكم ميكس بين المنتجين لما تستخدموه ورح أحكي عن المنتجين مع بعض هلأ وشو حسات الإفكت تاهم طبعا اسم المرطب نفسه هو دراماتيكلي ديفرنت هيدريتينج كليرينج جيلي واللي برضو فيه نفس الحمض اللي هو حمض السلسلك الهدف من الميكس مع بعض إنه زيادة الفعالية ضد حب الشباب طبعا هي حكتلي أول فترة رح يصير يطلع الحب من تحت الجلد فممكن إنه الحب كتير يزيد أولها وحكتلي لازم أعطي فترة ليبلش يبين التحسن صراحة أنا هيكسر معي بصدلة مكملة بعدين بلشت أحس بالنتائج إنه الحب خف وصار يروح أسرع شوي وبشرت يصار شكلها أحلى وأنعم بشكل عام كنت أستخدم مرتين باليوم وبالنهار أحط واقي شمس فوقي صراحة بيرطب بشكل كتير منيح البشرة أبدا ما بتزيت معه وأنا كتير بحب قوامج للترطيب لأنه ما بيترك أثر على البشرة وفي مرتب أنا كتير بحبه من عندهم وحكي عنه من قبل واللي هو طبعا هاد بس خاص بالترطيب ما فيه مواد فعالة ضد حب الشباب بس إذا أنتوا معرضين لحب الشباب فهو كتير منيح مناسب لكل أنواع البشرة حتى الحساسة صراحة كتير رهيب وكتير منيح وعن جد بحس الترطيب بتاعه بدون فترة طويلة لما كنت أستخدمه وما كانت بشرتي تنشف وبرضو ما إلو ريحة هاد أكيد كمان تقدروا تضيفوله الكنسنتريتي اللي بدكم ياه واللي رح يعالج مشكلة معينة ببشرتكم صراحة هاد المنتج من المفضلات عندي من الكلينيك من أحصل مرتباط البشرة اللي استخدمتهم بشكل عام وكمان فيه هاليرونيك أسيد واللي معروف قديش منيح للبشرة وآخر منتج رح أحكي عنه اليوم هو الـ Oil Control Cleansing Mask هاد مناسب لكل أنواع البشرة صراحة كتير لطيف وما بنشف بيجي لونه أبيض والقوام تاعه بيشبه الطين شوي بيعمل تنظيم لأفراز الدهون كمان إذا عندكم حبوب بيعالجها طبعا هو بس بتحطوه خمس دقايق وما في داعي تكتروا منه على فكرة أنا بستخدوه من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع بعد ما أنظف بشرتي بشكل كتير منيح صراحة شكل بشرتي وملمسها بصير أحلى بعديه والحلو فيه أنه ما إليه ريحة كمان وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم بتمنى يكون عجبكم وإذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل جديد من قناتي كمان لينك الانستغرام وأسماء المنتجات كلها رح تكون بصندوق الوصف أشوفكم في الفيديو الجاي باي